أكدت وزيرة تعاون الدولي رانيا المشروط أن رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناقب 27 بمدينة شرم الشيخ ورئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين خلال العام الجاري تؤكد أهمية أن يدار الحوار العالمي حول جهود التنمية من الجنوب إلى الشمال أيضا وليس فقط من الشمال إلى الجنوب وأوضحت أن العام الجاري عام محوري للغاية في تأكيد أهمية تعاون متعدد الأطراف والعمل المشترك لتغلب على تحديات التنمية جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين التعافي المشترك واستعادة الأولويات والتي عقدت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس السيسي